قال والتطوع من أعمال البدن أفضله الصلاة إلى الجهاد وقيل العلم الصلاة والجهاد والعلم يعني كل هذه الأشياء يتطوع بها الإنسان أن يتقرر بها إلى الله تبارى هناك تطوع بالصدق وهناك تطوع بالصيام وغير ذلك ولكن أفضل التطوع قيل الصلاة وقيل الجهاد اللي هو الجهاد الكفائي فرض الكفائي فإذا نسد الفرض الكفائي فإنسان يريد أن يتطوع بالجهاد لا يجب عليه لأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية كما سيأتي الكلام عليه في باب الجهاد لكن القصد أن أفضل التطوع الصلاة فالجهاد فالعلم والبعض يقدم بعضها على بعض